السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعت لكم فيديو جديد على قناة محترف الشرحات برو. ليه اللاب بتاعي بقى بيعلق او ليه اللاب مع يعني فترة الاستخدام مسلا او يعني مسلا مع كم سنة تلاقي كده خلاص بقى جاب اخره بقى بيعلق دايما هنتنقش مع بعض ان شاء الله في الفيديو ده وهنعرف ايه سبب بطء اللاب مع مرور الوقت او مع ان هو خلاص مسلا معك لاب بقى له خمس سنين بقى له اربع سنين اللي بقى بيعلق او حتى لو انت لسه جايبه جديد برضه هنتناقش في الحوارات دي سواء كان جديد او قديم فقبل ما نبدأ اتمنى انك تضغط لايك واشتراك في القناة ويلا بينا نبدأ طيب اول حاجة لو انت جهازك قديم تمام الحالة الاولى انك لو انت جهازك قديم وليه تبقى بيعلق دي حاجة بديهية جدا وهنا انت بتيجي بقى تسأل نفسك هلو اشتري لاب جديد او اللي اعمل ايه انت تقدر تشتري لاب جديد تمام وده الاحسن لو انت معاك ميزانية ولو انت عايز حل سريع ويبقى رخيش شوية بحيس انك تخلي اللاب القديم البطيء ده تحدسه وتخليه سريع باقل قدر ممكن من الفلوس طيب هنقول دلوقتي المشكلة بس انحنا لازم نعرفها هي مشكلة بتبقى من ايه لو هو بسبب خلاص بان هو عد عليه كم سنة فغالبا ده بيبقى بسبب ان الهارد عمره خلص ولو الهارد عمره خلص يعني بيشتغل بالعافية وببقى بطيء في كتابة البيانات ونقلها يعني بيأثر يعني لو انت كفتح اللاب مسلا وبتتصفح هادي تمام لو انت فتح اللاب وبتتصفح بتلاقي ان اللاب يعني بيعلى مع انك ما بتلعبش ما بتعملش حاجة وليه اللاب بيعلى وانا ما بعملش حاجة ما فيش اكش انا بعمله تمام فينا بيبقى بسبب الهارد طيب بتعمل ايه بقى الهارد الهدش دي دي اللي عندك انت ممكن تخليه يعني ايه تشيله والجبة ده له هارد اس اس دي او هارد اتش دي 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 بس انا انصحك باس اس دي لان اللي ما جربش الاس اس دي يا جدعان هيندم الاس اس دي اسرع من الهارد الاتش دي دي العادي الليه عندك في اللاب بكتير سرعة نقل البيانات نقل الملفات كتابة مش عارف ايه بيفرق معاك في الرندر في المونتاج وكده بيفرق معاك في السرعة هيشيل اللاج اللي هو من غير سبب. انت بتلاقي فيه تقطيع من غير سبب في الجهاز. تمام? حتى هو انت بتتصفح هادي. وده ما بقاش حاجة بتبقى حاجة كمش مفهومة من اللاج. مع ان مصطفات اللاج يعني مش وحشة. تمام? وآآ ممكن. تمام? بس الاس اس دي مشكلة انها غالة شوية. فانت بتضطر انك تشتير حاجة مسلا زي مية تمانية وعشرين جيجا او متين وخمسين جيجا. طب انت بتعمل ايه بقى? هنا الحل انك بتشتري هارد اتش دي دي تمام? وهارد الاش دي دي على فكرة جدعان رخص جدا. فبعد كه لما بتشتري هارد الاتش دي دي بتجيب حاجة اسمها كادي. الكادي ده كده علشان تركب هاردين في اللاب. تقدر تبحس على شرحة بس احنا هنا بس بندك ايه الخلاصة تمام? الكادي ده بتحط مكان الدي في دي وبتحط فيه هارد الاتش دي دي. بعد كده هارد الاتش دي دي القديم انت بتشيله وتحط بتاله اس اس دي. في امتى الفكرة? ممكن تشوف شرحات على اليوتيوب حاجة عملية تمام? نيجي بقى للحاجة اللي بعد كده لو انت اللاب بتاعك جديد وبيعلق. لو انت اللاب بتاعك الجديد وبيعلق فهنا بقى يعني غالبا العيب ببقى من نسخة الويندوز تدرب انك تغير النسخة استخدمها استخدام عادي متقطش تحمل اي حاجة عمال على بطال لان لو انت حملت حاجة ملف مشبوه يعني ملف انت حاجة مشبوه انت مش متأكد من مصدر الملف ده بيأثر على سرعة تمام? وبيخلي وفي ملفات بتعمل بيبقى فيها كراك بيعمل تعدين بجهازك بيستغل جهازك في التعدين فهو بيبطق جهازك. فعشان كده انصحك انك يعني تتأكد من الملف اللي انت بتحمله متقدش تحمل اي حاجة بتبقى مشبوهة كده وانت مش متأكد منها. الحاجة اللي بعد كده يعني موضوع انت بتستخدم ويندوز سيفن ولا تن. بص لو انت اللاب بتاعك امكانياته حلوة وعالية فانت استخدم ويندوز تن افضل لاني ده يفيدك في الالعاب احسن من سيفن. التعريفات بتاعته بتبقى احدث وكذلك. وبس وفي برضو حاجة ممكن تعمل انك تعلق الرامات. موضوع تزويد الرامات ده يدعان مهمة جدا جدا. تمام? انك تزود الرام ده بيفرق في يعني تجربة استخدامك لاكتر من برنامج في نفس الوقت او بيفرق في سرعة البرنامج بيفرق في سرعة الالعاب. فانا انصحك انك برضو تزود الرام. قال لحاجة دلوقتي انصحك بها لو انت عايز حادة محترم تشتغل عليها تمانية جيجا رام. اربعة جيجا رام ده يعني مش او. وطبعا انا برضو جهاز اربعة جيجا رام. فانت مرضو حاولي ان تعلق الرامات. ولما بتيجي تشتري الرامات ما تشتريش اي رام برضو. تمام? يعني انت وانت رايح تشتري من المحل. اتأكد. خلي صاحب المحل تأكد ان الرام تنفع مع الرامة اللي يعني تبقى متوافقة مع الرامة اللي في الجهاز. لان لازم الرامتين يبقوا زي بعض عشان يتوافقوا مع الجهاز متحصلش مشاكل. اه بس بك اكون انتهى الفيديو الابقاء. اتمنى اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.